السلام عليكم ورحمة الله أهلاً ومرحباً بكم متابعين الكرام متابعي قناة بيزا بيست وان التعليمي عاجل معنا أخبار مفرحة جداً لطلاب الشهادة الإعدادية وكمان للمرحلة السنوية سواء كان الصف الأول أو الثاني أو الثالث السنوي أعلن عنها وزير التربية والتعليم في مجموعة قرارات وجاءت القرارات كالأتي جميع سنوات النقل من الصف الثالث الابتداء حتى الثاني الإعدادي سيتم الاكتفاء بما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى يوم 15 مارس يعني المناهج اللي بعد 15 مارس كلها ملغية طبعاً من بداية تعليق الدراسة وسيتم مراعاة ذلك في المشروع البحسي أما بالنسبة لطلاب شهادة المرحلة الإعدادية اللي هم طلاب الصف الثالث الإعدادي أوضح شوقي أنه يتم الاكتفاء بتقديم مشروع بحسي للترمي الثاني ويعد شرط للنجاح خلي بالك اللي مش هيقدم البحس يبقى مش ناجح يعد شرط للنجاح ويحصل الطالب بعد نجاحه في المشروع على نتيجة الفصل الدراسي الثاني كاملة هياخد درجاته كاملة 100% وسيكون تنسيق الانتقال للمرحلة التعليمية التالية سنو عام أو سنو فني بمجموع الفصلين الدراسيين الأول والتاني معاً هيجمعوا الاتنين معاً بعض وإيه؟ وده حتكون نتيجته اللي حينتقل به للسنو العام أو السنوي الفني أما بالنسبة لطلاب الصف الأول والثاني السنوي سوف تشمل الاختبارات الإلكترونية كل ما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس يعني هيمتحنوكوا لحد يوم 15 مارس بداية تعليق الدراسي والاكتفاء بعقد الاختبار التجريبي المقرر عقده يوم 5 إبريل لطلبة الصف الأول السنوي فقط يعني تانية ملهاش في الاختبار التجريبي ده ده علشان قوله سنوي بس وحيكون من المنزل وسيتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات على مدار اليوم للدخول على منصة الامتحان حيتم مش كلهم حيدخلوا مرة واحدة عشان السيستم لا حيقسمهم لمجموعات كل مجموعة حتدخل على السيستم في وقت معايد ده الاختبار التجريبي حيكون يوم 5 أربعة يعني لازم نذاكر يا قوله سنوي أما بالنسبة لطلاب الصف السلس السنوي قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن امتحانات السنوية العامة ستشمل كل ما درسه الطالب في العام الدراسي الفصل الدراسي الأول زائد الفصل الدراسي الثاني حتى يوم 15 مارس بعد كده كله محزوف كل المنهج اللي من بعد 15 يعني المنهج باقي مارس وأبريل كله محزوف مع الالتزام بالجدول المعلن لامتحانات نهاية العام واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الطلاب وزيادة عدد اللجان أعتقد أن الأخبار دي مفرحة جدا لطلاب الصف السلس الإعدادي ولطلاب الصف السلس السنة وهم أكتر ناس مستفادين من القرارات بتاعت النهاردة في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر